وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم لما خلق الله سبحانه وتعالى الكون جعل له النوميس والقوانين التي تسير كل الأمور ولما ضل البشر عن الصراط المستقيم أرسل إليهم الرسل بالكتب السماوية والشرائع فانقسم عموم الناس إلى أربع أنواع صالح ومصلح وفاسد ومفسد فأما الصالح فهو صالح في نفسه ولكن لا يده غيره للإصلاح وأما المصلح فهو صالح ويده غيره للإصلاح مثل الأنبياء والرسل والدعاء وهناك الفاسد الذي فسد في نفسه ولكن فساده لم يتعد إلى غيره من الناس وأخيرا المفسد الذي فسد وأفسد غيره من الناس وبكل تأكيد كلنا متفقين أن النوع الأخير اللي هو المفسد أخترهم على الإطلاق على نفسه وعلى المجتمع لأنه بيدعو إلى الفساد في صورة إصلاح هو ده المنافق فمن العجب أن المنافقين قد جمعوا بين عمل الباطل واعتقاد أنهم على حق وبالتأكيد ضرر أعظم من الفاسد الذي عمل معصية ويعلم أنها معصية فهذا أقرب إلى التوبة والعودة إلى الطريق المستقيم فتجد أن المنافقين أحرص الناس على الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونشر الإشاعات الكاذبة والفواحش بين المؤمنين ولأن المنافقين ليس ولاءهم لله ولا للإسلام ولا للأمة ولكن ولائهم لمصلحتهم فتجدهم والين دائما للكافرين ومنتهى سعادتهم في إفشاء أسرار المؤمنين قال الله تعالى وصفا لحال المنافقين قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لو لاحظنا قوله إنما نحن مصلحون إنما هذه أداة قصر وحصر وكأن المنافقين يقولون أنهم فقط هم المصلحون ولا مصلحون غيرهم قال الشيخ الشعراوي رحمه الله الإفساد أن تخرج الشيء الصالح عن صلاح والإصلاح هو أن تزيد الصالح صلاحا فالماء ينزل من السماء فتسيل الأودية ثم يشرب منه الإنسان والدواب وتسقى الأرض وما يتبقى من هذا الماء ينزل إلى الأرض في شكل ينابيع ثم يظهر إلى الأرض مرة أخرى في شكل آبار فيأتي الإنسان ويشرب من هذا البئر فهذا إنسان صالح ويأتي آخر فيزيل الحجار والتراب فهذا إنسان مصلح ويأتي إنسان آخر ويلقي في البئر التراب والأحجار ويعلم أنه يفسد فهذا إنسان فاسد ويأتي إنسان آخر فيلقي التراب والأحجار ويعلم أنه مفسد ولكنه يدعي الصلاح فهذا إنسان مفسد منافق فهؤلاء المنافقون يضعون العرقيل أمام الإيمان حتى لا ينتشر ويتعرضون للمؤمنين بالاستهزاء والسخرية ويا للعجب حينما ترشدهم لإفسادهم يقولون إنما نحن مصلحون جزاكم الله خيرا